مرحبا بكم في أعلى قمة في أسوار بيتبل ملوخية ياسي مش متعلم العدل كل المسالات اللي اتعملت في أي معبد في أي حتة في مصر كلها برضو متاخدة هنا من أسوار نويس ترجمة نانيا حسنا وصلنا بعد معاناة 14 ساعة ولا معاناة ولا حاجة بصراعة مع الساعة تشرب يا عصب عصب قالوا يا بلدنا دلوقتي يا باشا للنيل بالعرض دا احنا عندنا شرف دا يعمل اربع فروع عندنا وبعد المفاوضات على نهر النيل خدنا مركب عشان تودينا الفند والمراكب عن دغم زي التكاتك عندنا وصلنا الفندق وطلعنا الشنة والقودة بتطل على منظر طبيعية وبط ووز وناس بتجدف هو ايه يا رجالة فراولة عنابي ونزلنا نتمشى ونتسوق ولاقينا اجمال بتجري واكتشفت انهم بيربوا تمسيح عندهم في البيت زي ما احنا بنربي وطط كده يسا مش متعلم العض ولا بعد استجمالوا شوية تطبيق جي وقت العشق قعدنا ناكل واحنا بناكل سمعنا صوت فرقة موسيقية فقلت خلاص مابدهاش بقى صباح الخيرو العصافيرو تغرغب تغرغب عايز حاجة كده عايز افط بيت بالملوخية ايوا فعلن طعمه جامد طعمية؟ يعني مية في مية فعمية مقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتبسح وتقول لي عم الوقت اللي ما احنا في متحف اكتشف من مش عالك من كمسة من زمان يعني قبل الميلاد وتم ترميمه من الجهة الألبانية لمكافعة العشرات وتسيب بلدنا مقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتبسح وكل عدوى في المروا خلصنا المتحف وطلعنا على بيت طحنية الحيوانات الناس اللي كل يوم رأس وقالس كل يوم اللي هيقرب من بطاة السجينة اللي بيدهم نصف أرخة الناس اللي كريمة قواها بابا موسيقى وشوط لدورة من دنا بحرية عزيب موسيقى وسحي تاني يوم على صوت فايروز مع منظر طبيعي خلاب وبط ووز بس انا عايز النام اللي حالفطار مزحورة اللعون الشوز فيه كم فايدة للموضوع ده ده كتير اوي يعني عايز اقول لك مش عايزه موسيقى خلصنا فطار وخدنا مركب وروحنا حديكة النباتات مين ابو يعني كيف حالك ابين نوبي طيب وردها بقى مين امو يعني حبيبكة موسيقى 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 ودقت ورقة شجر غريبة كده بيقولوا طعمها زي المانجل طعمها مانجل احلى حاجة من الاسعار هنا عادية حاجة بعشرين جنيه دي بخمسة جنيه الماي بخمسة جنيه يعني والله ناس كورمه موسيقى 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 يلا عشان نتأخرين على الفطور لما نمتش وصحوني على أساس الفطور متأخر دلوقتي رحيني السد العالي والمثالة المفقودة ومعبة تشيكن فيلا ووصلنا السد العالي بس أيوة برضو فين السد؟ ووصلنا المعبد ولقين قطت يقال إنها من ألاف السنين بتحرص المعبد نجينا يا الله خلصنا وروحنا على مكان رايق قدام النيل نستجم شوي وبعدين رحنا على مكان اسمه المثالة النقصة معاً دهاج دم يحط كل يوب الصبح مية في الخشب الخشب يكبر وبصراحة اكتشفت هنا إن الفراعنة قد إيه عظمه اكسباند اللي هو بيوزع فبيخلي يفصل الجزء اللي هما مش عايزين يدعى عن جزء المسالة بقيزة هرم خوفه مبني من ثلاثة مليون ومئتين ألف طوبة كل الطوب متاخذ من هنا من مدينة أسوان أستعرفك بالله إزاي بقى؟ طوبة الوحدة يا أخي ما تفتعلش المشاكل اللي إله اللي إله اللي إله يا صلى الله يا صلى الله يا صلى الله يا صلى الله سلام عليكم الغداء إيه النهاردة؟ اللي هيجاوب هياخد جايزة اللي هيجاوب هتحرم بالعشرة النهاردة لا هنجاوب وفدل يسألنا شوية أسئلة عن الأمكان اللي زرناه وكنت أول مرة أكل كفتة داود باشا وكانت سخناء قوي وسحينا بدر النهاردة عشان نروح معها دابو صنبل دلوقت اتطبح إن الشمت اللي محضوطة دي فطار كيس لكل واحد موسيقى وصلنا وعملنا تمارين الصباح وبتالي لتمشى للمعن موسيقى تصلك القصار جريمة يلا بي Leaving وقبل نوصل قلبنا غمّض عنيك العشان تبقى نفجأة واؤاااااو صو كيوت يا أولاد اللزيبة gotten a team بالدون تواجي وفعلا طلعت له فجأة المغة طويل حبتين لا هو مش حبتين هو طويل قاوي خلصنا ورجعنا اخدنا مرتب وجدفنا وشوفنا بط ووز واكيد لازم بعد يوم شاف ناكل سلام عليكم الغداء النهاردة انا من موقعي هذا بعين الرجل ده موظف الشاف تبص اكيدا ندوق ايه بعد خلصنا وروحنا نتسوق من السوق النوبي احنا مش عايزين نتأخر عشان السوق النوبي بيقفل الساعة 9 ده علاج بيعيوب الانفين لا حقا واحدة لا 5 كيلو عايزين 5 كيلو زداني والسوداني اللي بسمسم بقى وديني اخير ينفق اسوال انا ننسي حياتي في القاهرة عاملة ازاي انا ما عنديش حياة في القاهرة يا بكار هتعمل ايه لما ترجع مصر احزن على الايام الجميلة اللي راحنا فاستنى الايام الجميلة اللي جاهنا بص النيل هادي حزين على فرقنا ازاي وبط ووز اكتر حاجة هافتقدها التحليل انا بقى لي نصها مش قادر اقوم يعنيها مش قوم غير لما خلاص العيش خلص مش عايزين نروح 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 وقبل ما نروح كان لازم نزور اعلى نقطة في اسواقه مرحبا بكم في اعلى قمة في اسواقه لا زاد ولا ميا وغربتي صحبتي بتحوحي ماذا ده؟ ماذا ده؟ حبيبي شكرا جميعا عاقل يا شباب روزا بيض الله ويرك فارخة محل؟ ولا انت عشان متعودة على الوركة بصوا باورك فارخة تقريبا هندوق لو عجبنا هيجيب لنا تادي هياك الأبنية في التسعينين شبت أم دماء وكا كريب منها انقال أباين عليها والدموع جوة في عينيها والدموع جوة في عينيها والدموع جوة في عينيها تسخل 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 ولا حاجة ويب كده يكون الفلوك تخلصوا لو عجبكم بتوش تعملوا لايك وقومين وشير وتابعوني عشان شوفوا الوقت الجاي وبس كده أشوفكم الفيديو الجاي فهب هب 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 موسيقى 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 موسيقى